استشهد يا جماعة بعدد شهاقات خوف النساء والأطفال في قطاع غزة تحصى غارات جيش الاحتلال المستمرة منذ عدة أيام دون أن تهدأ أو تجد من العالم من يقول لها توقف أحياء كاملة أبيدت كأنها ما بنيت من الأساس وقطع تام لجميع إمدادات الحياة من ماء وكهرباء ووقود ليس المغزى قتال حركة المغزى محو غزة عن الخارطة وهذا الأمر لا يعد مبالغة أو تهويلا وإنما هو واقع يرسم على أرض الواقع في حال استمر القصف بهذه الوتير صحفيون من وسط الركام أكدوا أن الظروف أصعب مما يمكن تصوره في القطاع وبالفعل لا يوجد أي مكان آمن حيث لا يتركز القصف على نقطة معينة وإنما يستهدف مناطق شتى فما كان من المدنيين إلا النزوح إلى العراء أو الموت حرقا بطائرات يراها ويسمع صوت هديرها العالم أجمع ولا يخلو الهدف الصهيوني من حربه على غزة من أحد أمرين إبادة جماعية ممنهجة يبدو أنه خطط لها مسبقا وأخذ ضوءا أخضر فيها أو أنه يريد إجبار المدنيين على الخروج من القطاع بالكلية ولا وجهة لهم إلا صحراء سيناء المصرية وهذا ما حذر منه برلمانيون مصريون تخوفوا من خطة لتحويل غزة إلى منطقة عسكرية متقدمة للاحتلال بينما يدفع من أجبر على النزوح من المدنيين إلى اللجوء لمصر وإن حصل ذلك فهو أكبر عملية لتصفية القضية الفلسطينية بحيث سيأتي الدور على الضفة الغربية بذرائع يختلقها الاحتلال المنطقة هذه الأيام أمام أكبر تحدي سيحدد شكلها ومستقبلها لعدة أجيال ومعركة طوفان الأقصى وضعت يدها على ضمير الأمة لتوقظ الحي المتبقي منها